متتبعي متتبعات قناة المفكر المغربي سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الجديد النات العصباء للقرة القذام على أن مباريات دور نصف نهائيه كأس العرش ستجرى مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى ويتجدر الإشارة إلى أن مباريات نصف كأس نهائي كأس العرش ستجمع المبارة الأولى بين نادي الرجاء الرياضي البيضاوي ضد مولدية وجدة فيما سيواجه نادي الجيش الملكي ناظيره المغرب الفاسي وفي حال تأهل كل من الرجاء الرياضي والجيش الملكي فإن نادي الوداد الرياضي البيضاوي سيضمن مقعداً للمشاركة في كأس الكاف أو كأس القنفذرالية الإفريقية في الموسم المقبل باعتبار أن نادي الرجاء والجيش الملكي قد ضمنا تأهلهما للعب في بطولة أبطال إفريقيا ذلك أنهما محتلي المركز الأول والثاني في انتظار نهاية البطولة التي ستسفر عن البطل وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر